السلام عليكم نبدأ اليوم محاضرتنا الثانية اللي تتناول لنا البليندينج اليوم رح ناخذ اهم التعاريف اللي تتناول البليندينج هناك الكثير من التعاريف لكن المستخدمة والاكثر هو عبارة يمكن ان نتعرف عليها مزج مادتين بوليمريتين او اكثر او كو بوليبرز لا تتجاوز المادة الثانية 2% اذا هنا رح نتوقف عنده رح يكون تعريف انه المادة الثانية يجب ان لا تتجاوز الـ 2% اما التعريف الثاني هو صنف من المواد تشبه السبائك بالمعادن تتألف من بوليمريتين سوية تعطي مادة جديدة تختلف في الخواص الفيزيائية اذا هنا رح يكون التعريف الآخر يتناول من وجهة نظر ثانية طبعا الكثير هناك من التعاريف لكن هذه الاكثر شيوعا والاكثر الاستخداما وليتتناول موضوعنا اضافة الى ذلك ان الكثير من المصطلحات قبل من نتناول موضوع البليند اهم اساسياته والمنظور الاساسي والهدف والاسباب استخدامه وعملية شوان صممه هناك مجموعة من المصطلحات اليجب ان تأخذ بنظر الاعتبار وان تكون لديكم فكرة مسبقة عنها مثل عندنا بوليمار كومباوند شنو البوليمار طبعا هو الكثير من هذا البوليمار اذا هنا راح نتناول المصطلحات التي تخص البوليمارس تخص البوليمارس يعني تأخذ بنظر الاعتبار حتى نقدر نميزه وشنو المقصود بالبلييند البلييند عندما تكلمت عنه بالتعاريف قلت انه توب بوليمارس اذا المادة الاولى بوليمارس المادة الثانية بوليمارس ويمكن اكثر من مادتين وممكن ان تكون فومس مختلف ممكن ان تكون بوليمار ممكن ان تكون بوليمار هنا نعم راح احدد هاي المصطلحات الاخرى مو بالضرورة ان تكون فننتبه الى هنا نوقف خط احمر ونشوف من يتكلم لي عن البوليمار كومباوند هو خليط من بوليمار مضاف اليه اضافات من مواد مختلفة اذا من صنف من ماتيريا كلاس اذا هناك من مواد اخرى اما البوليمار كومبازيت وهذا البوليمار كومبازيت طبعا تاخذوا بشيء من التفصيل عندكم مادة ان شاء الله السنة تتناولها البوليمار كومبازيت هو عبارة عن مادة متراكبة تتعلف من مادة اساس اللي هي احنا عندنا نتكلم مادة الاساسية تكون بوليمارس يعني بوليمار كومبازيت لكن ش تكون بها مادة التقوية مادة التقوية للفيلر اللي بداخلها يمكن ان يكون من مختلف المواد يعني الاساس بوليمارس لكن مادة التقوية ش تكون ممكن ان تكون من مثل ايش تكون مواد مثل من تكون معادن ممكن ان تكون سيراميك ممكن ايضا تكون غلاس ممكن تكون ايضا بوليمارس اذا هنا اللي اي صنف من المادة هذا اللي يجب ان ننتبه لكن من اتكلم عن البلين ارجع وقول اتكلم عن بوليمارس بما معنى انه بوليمار وان بوليمار تو بوليمار اكس بوليمار وان اذا اتكلم عن فقط بوليمارس اهنا لا دعا تناول الاصناف الاخرى المادة الاخرى اللي هي بوليمار كروس لينك هذا النوع من انه بوليمار يتصرف كأنه مطاط ويمتلك خواص ثورمو بلاس اضافة الى المصطلح الاخر اللي رح ناخذه اللي قدنا ببوليمار قدنا كروس لينك اوكي عندنا اضافة الى ايضا ثورمو بلاستيك الى استمر وكذلك هي ثورمو بلاستيك الى استمر ممكن ان ارمز له بالتي بي اس وهي اللي هو يصرف ويمكن انه نضيف له ثورمو بلاستيك وقلنا التفنت بوليمار وهو ايضا من البوليمارات يصداد التفنت الى هذا ايضا انه نستفاد من هاي المصطلحات كلها توضح انه انه هي عبارة عن مصطلحات هندسية تفيد مادتكم ناخذها بنظر الاعتبار حتى انميزها عن ما نتكلم عن البلينت في هذا اطرقت لها حتى تكون بالعلم هسا نجي نتناول موضوعنا الاساسي اللي نتكلم به هو البلينت راح يجون تسألوني رزن فور بلينتينك اذا اعني ليش استخدمه ممكن انه هذا اعني ليش ما استخدمت الانواع الاخرى اكيد البرودكت ماتي راح يختلف هنا الافة غاية الى اذا رزنز ومن هذه الرزنز اولا تقلل الكلفة العالية للراتنج الهندسي اذا هنا يتكلم لي عن الكوست الكوست هي اريد اعيدلكم ياها بكل محاضرة واقوله دائما نتنبه كوست هي اساس نجاح اي تطبيق مهما كان عندي البرودكت تتوفر بي بروبرتيز وفق اعلى ما يكون وانه الكوست متتلائم ويه طبيعة المنتج تعتبر المنتج فاشل انت كمهندس من تبدي بالتصميم تهتم بمجال الكلفة ولهذا من يقول لي انا اصمم دائما انا ابحث عن المواد التي تقلل لي الكلفة اذا هذه احد الرزنز اللي انا اخذها بنظر الاعتبار حتى اقلل كلفة الراتنج اذا تقلل كلفة العالية للراتنج اطور خواص المواد اداء عالي للبينت تعطي مكونات مناسبة للزبون تصنيع خواص فيزيائية جيدة اذا هذه اهم الاسباب التي ويمكن هاي المادة ان نسوي لها وتعطينا خواص فيزيائية جيدة هذه كلمنا هنا عن اهم الاسباب التي تدعو الى الرزن لاستخدام البوليمر هسه نجي شوان انتي اصمن انا اجي اختار البوليمر بليانس هنا يجب بالبداية انه تأخذ بنظر الاعتبار هذه الخواص الطواد او النقاط المهمة اول شي يجب ان يكون عندي انه نعرف الخواص فيزيائية والكيميائية المطلوبة المن لكل بوليمرز نستخدم دعما قلنا بنتكلم انا عن البليانس ثو بوليمرز ثري بوليمرز لكن احنا بنتكلم بالاكثر شو عن قول ثو بوليمرز بس هي ممكن ان يكون ثري فور المهم احنا بنتكلم هنا دعنا نتكلم عن البليانس اذا يجب اني اعرف هاي الخواص لكل بوليمر بما معنى اخر اذا كان عندي بوليمر اكس وعندي بوليمر واي فاذا انا احتاج فيزيكال لي اكس وايضا فيزيكال واي احتاج كيميكال بروبارتيز الاكس لازم اعرف ايضا الكيميكال بروبارتيز الواي وهكذا ثانيا انه نختار الراتنج المناسب للخواص المطلوبة اذا عمليات الاختيار هنا يجب ان اعرف الاستفانتج والديس ادفانتج ارجع وقول لكل بوليمرز يعني لكل اكس او واي كذلك اختيار كلفة الراتنج ما ننسب كل موضوع انه الكلفة يجب انه نعرف الكلفة كذلك اختيار التست المناسب الاختباراته وهذا انه من تناوليها بمحاضرات يعني السابقة في السنوات الماضية كذلك يجب انه نعرف وانقيس وطريقة طريقة هي الامتزاج هي اهم مصطلحين راح ترافقني دائما ويه البلينت الامتزاج مما معنى التذاوب اللي يحدث ما بين البوليمرز ب البلينت اي انه جقد راح يذوب اكس قلنا البوليمار معه واي بوليمار جقد راح يذوب هل هي شون راح تكون الاذابة راح ناخذ هذا موضوع كامل ولاحقا وبشيء من التفصيل كذلك الكمبابولتي هنا لازم تكون انه توافقية هذا البوليمار اكس يتوافق وياه هذا طبعا عندنا حسابات ثرمو داينميك ندخل بيها اضافة للحسابات عندنا الطرق شلون اذا نوجد انه متوافق وفي حالة صار بروبلم وما توافق شلون وش نلجئ ايضا راح ناخذه لاحقا وبشيء من التفصيل بالمحاضرات اللاحقا ادنى كذلك ايش راح نحتاج اضافة الى قلنا المصطلحين المهمة اللي دائما تترافق وياها المستيسبولتي ايضا لازم انه نعرف الايديال مورفولوجي والمورفولوجي طبعا هذا نطاق واسع وهمي انا مارد كل ساعة اقول لكم راح ناخذه بالمحاضرات هنا احنا عندنا دا نبدي البيسيك هذا كله الى مواضيع الخاصة راح ناخذه بشيء من التفصيل كذلك يجب انه نعرف شون نحسب ايروهولوجي واختيار طريقة التصنيع المناسبة التي تتناول وكذلك طرق التحضير اللي نحصل عليها في عملية تعطينا احسن الخاص في هذا اتناولنا احنا شون راح نعرف انه انصمم لبلينت زين احنا قلنا قبل قليل من اتكلمت قلنا انه اكو اسباب تدعينه الى استخدامه لكن هاي الاسباب انه نلاحظ تكون استخدام البلينت بوليمر بشكل محدود وهناك محددات اساسية هي اول شيء صعوبة انه بشكل محدد بشكل محدد والنقطة الثانية انه ما توجد طرق قياسية للمتغيرات ماكو شيء استاندار احنا نثبت عليه لكل حالة لكل بوليمر الى سلوك وتصرف وهذا اللي يسبب انه دائما عندنا بروبلم هاي البروبلم احنا من ما عندنا استاندار راح يكون عندنا مشكلة في عمليات التصنيع وكذلك في غيرها من الامور راح تعيقها حركتنا وتعتبر المحددات الاساسية التي تعقية الموضوع اللي امامكم اللي راح نتناوله هو الميكستشار of بوليمر اهنا كلمة ميكستشار هي تعني تصنيف ل الميكستشار الميكستشار البوليمر ممكن ان يكون PLENT وممكن يا حكون ALLOY ويمكن راح يكون COMPOSIT حتقولوا لي موجود نعم موجود الالوي فيمكن انه ننصنف الميكستشار الى ثلاث تصنيفات اساسية وخواص والبروبارتيز بنى اون راح تعتمد 4 properties وهي على نوع الطور المشتت وعلى التركيب المجهري للطور وكذلك ال adhesion و cohesion between the faces and morphology of system هذه الخواص اللي تعتمد عليها سواء كان عندنا alloy polymers سواء كان عندي بليند سواء عندي composite بليند هذه رح تاخذ بنظر اعتبار هنا من رح يكون عندي ميكسجر بليند من يتكلم عنه احتاج الى تصنيفات وهذه التصنيفات تعتمد على اساسيات تعتمد على على الكمبونت وكذلك رح تعتمد على ال application وهي كلها واضحة امابكم واليوم رح ننهي محاضرتنا ان شاء الله الى اللقاء في محاضرات اخرى واتمنى انه تمت الاستفادة اشتركوا في القناة